بوادر صدام تلوح في الوفق في مجلس الأمن بشأن تجديد طرائق إدخال المساعدات إلى سوريا التي تنتهي صلاحيتها في شارح حزيران المقبل تكشف معها جانباً من الصرع الدولي الذي لطالماً عكس سوءاً على المدنيين عبر باب نظام الأسد تريد روسيا والصين إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري الذي طالما نزف دماً ودموعاً من جراء القصف والأعمال العسكرية التي شنها نظام بشار وحلفائه من دون رادع توازياً مع هذا الرفض الروسي الصيني أكدت الولايات المتحدة أنه لا بد من إيجاد طريقة لإدخال المساعدات للداخل السوري بعد التعودات التي قدمت في مؤتمر بروكسيل الداعمين والتي وصلت إلى ستة مليارات وأربعمائة مليون دولار أمريكي وتؤكد التقارير الإنسانية أن ستين في المئة من السوريين يعانون خطر الجوع مع عدم وجود موقف حازم يعيد إنعاش آمار السوريين الذين ترنوا أعينهم إلى معبر وحيد هو باب الهوى بعدما تقلص عدد المعابر التي تدخل منها المساعدات وهو ما حرم شريحة واسعة من السوريين ولسيما في منطقة نبع السلام من الاستفادة منها على المستوى السياسي يريد نظام الأسد الضغط أكثر على الموقف الدولي لتمرير الانتخابات الرئاسية في موعدها للإيحاء بأنه يملك الشرعية من دون اكتراث لأي أصوات معارضة في خطوة يفسرها مراقبون على أنها تصعيد بالموقف السياسي وبمنزلة الإطاحة بكل الحلول والمسارات السياسية للبقاء في سدة الحكم وإبقاء القوات الإيرانية والروسية ولو على حساب تدمير ما تبقى من البلاد وقتل من بقي من السوريين وبالعودة إلى المساعدات الدولية وإدخالها للسوريين في الشمال ومع أن حجم التعهدات لم يكن بالقدر المأمول يبدو أن الروسيا والصين تصران على استخدامها ورقة سياسية لعادة تدوير النظام السوري أو إغلاق باب الهوى أمام المساعدات وهو ما يعني حصار أربعة ملايين نسمة في شمال غربي سوريا وتحويل المنطقة إلى معتقل جماعي كبير بلم يكن هناك موقف دولي موحد ينقذ ما تبقى من السوريين